اصبغوا العالم بالبرتقالي شعار الحملة التي أطلقت الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة حملة سنوية تنتظرها ضحايا العنف اليومي بأشكاله المختلفة لا تتوقف عند العنف الأسري ولا تقتصر على العنف الجنسي وهي مظاهر تمتد جذورها مئات السنين في بذور التمييز ضد المرأة تعتبرها في بعض الأحيين سلعة تباع وتشترى وتستغل بل وحتى كأنها أدنى من الرجل بنظر بعض المجتمعات تبكي ابنتها التي قتلها زوجها لأنها رفضت زواجه للمرة الثانية قبل نحو عام سجلت كاميرتنا قصتها في بيروت كما سجلت قصة بديعة في الرباط التي حرمها زوجها من طفلتها الأولى وإنكر أبوة ابنتها الثانية كما كنا مع هذه المرأة وهي تبكي الإيزيديات من ضحايا جرائم داعش ليست المرة الأولى إذن ولن تكون الأخيرة التي نتوقف فيها عند المرأة الضحية ولسنا وحيدين في ذلك هذه المشاهد هي لجلسة في الأمم المتحدة عقدت العام الماضي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أي في الخامس والعشرين من نوفمبر ماذا تغير من حينها؟ جلسة جديدة ستعقد وعام جديد سيمضي والعنف باق بل متصاعد الأمم المتحدة تنشر إحصاءات جديدة هذا العام ككل عام 35% من نساء العالم يتعرضن للعنف الجنسي سنويا أي ما يعني مليار أمرأة تقريبا أمرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء يختصبها شخص قريب منها أعداد ضحايا العنف الجنسي من النساء في الشرق الأوسط تزيد عن 133 مليون أكثر من 130 مليون فتاة على قيد الحياة اليوم تعرضنا للخيتان كما تؤكد الأمم المتحدة أن 700 مليون فتاة تزوجنا وهن قاصرات الجديد المشرق الوحيد في بيانات الأمم المتحدة هذا العام هو اللون البرتقالي ربما اللون الذي اختارته المنظمة الدولية للإحتفاء بهذا اليوم في إشارة على الزخم العالمي للقضاء على العنف بكافة أشكاله ضد المرأة لون يشير إلى مستقبل أكثر إشراقا في حال نجح العالم فعلا بإنقاذ نصفه وحمايته ما في حوار متبادل بين المرأة والرجل هذه شهادة من لبنان هي جزء من حملة عالمية تزدحم بها مواقع المنظمات الدولية دعما للمرأة في يوم الدفاع عنها وفي بنغلاديش تعترف هذه المرأة بأنها تنتظر مولودها برعب خوفا من تهديدات زوجها بطردها في حال كان المولود فتاة في حين يعترف هذا الرجل في الكونغو بأنه كان يضرب زوجته لأن الجميع من حوله يفعل ولم يتوقف عن فعل ذلك إلا بعد أكثر من عشرين عاما إلا أنه فعل في النهاية وهو ما يبدو مستحيلا في بقاع أخرى من العالم تتسع فيها دوائر العنف ومساحاته وحين يقف العالم عاجزا متفرجا على مشاهد أسواق سبايا داعش وضحايا مذبح الشرف للشبهة فقط وقتل طفولة الإناث بالزواج والاختصاب يتساءل المرء عن قدرة البرتقال على مقاومة الأحمر الدامي معنا من القاهرة المحامية وعضو لجنة المرأة في نقابة المحامين المصرية مها أبو بكر أهلا بك سيدة مها أبو بكر إلى سكاي نيوز عربية أهلا بك ما مدى ارتباط العنف الممارس ضد المرأة بالرجل وبثقافة الرجل ومستواها الاجتماعي خلينا نقول مبدئيا الموضوع ملهوش علاقة بس بثقافة الرجل لكن أيضا له علاقة بثقافة المرأة بمعنى أنه عندنا مثلا أمهاتنا أو يعني الجيل السابق لنا شايف أن من حق الولد الزكر أنه يضرب أخته الفتاة أو يعتدي عليها تحت دعوة الشرف أو تحت دعوة التربية أو تحت دعوة أنه الرجل القوام على النساء وما بيكملوش الآية أنه يعني بما فضل الله وبما أنفكوا بعضهم على بعض إذن الأزمة ملهاش علاقة بس بفكرة الرجل لأعلاقة بثقافة مجتمعية عامة اتربينا عليها منذ الصغر وعشان نقدر نواجه هذه الثقافة لابد من خلينا نقول مواجهة مجتمعية يعني بمعنى أنه إحنا عندنا مثلا في القانون المصر وخلينا أكلمك عن قانون المصر بحكم قربي له أن إحنا عندنا مواد مشددة في العقوبات المصرية للرجل الذي يعتدي على أحد من أهل بيته زي زوجته أو أخوه أو كذا لكن ما بياخدش المبادرة عشان خاطر هذا الرجل يتعاقب هي المرأة تحت دعوة أنه ما نبقاش فيه فضايح تحت دعوة أنها تحافظ على البيت تحت دعوة أنها ما تخربش البيت يعني هذا الأمر الراكز في ثقافتنا أنه دايما المجني عليه هو اللي يستخبى وهو اللي يضحي ده لابد من مواجهته طيب كيف يمكن تشجيع المرأة على التبليغ عن العنف الممارس ضدها والممارس أيضا ضد نساء في محيطها لابد أن يكون فيه توعية أولا بنندحقها بشكل قانوني ثانيا نندحقها بشكل إنساني ثالثا أنه يكون يعني التوعية دي بدءا من التربية والتعليم والثقافة متمثلة في القراءة وأيضا في السبب سيدة مهة يعني نحن نناقش موضوع المرأة لا أريد أن أقمعك أبدا ابقي معنا أعتذر منك سيدة مهة أبو بكر طبعا انتقلنا لهذه التغطية طبعا لدواعي التغطية الإخبارية دعيني أختم معك على الأقل بسؤال تحدثنا معك قبل قليل عن العنف الفردي الممارس ضد المرأة العنف الجامعي ماذا عن عن عنف السلطة والعنف الرسمي يعني خلينا نقول أن العنف السلطة والعنف الرسمي يتمثل فيه إذا ما فيش إرادة سياسية عندها وجهة نظر أن المرأة مساواة يعني فيه مساواة تماما بينها وبين الرجل وأن هي ضد التمييز ما بين المرأة والرجل لن نستطيع أن ننفذ القوانين التي حربنا كثيرا ونظرنا من أجلها وأيضا لن نستطيع أن نعمل على خطة مجتمعية للقضاء على هذا العنف طيب برأيك إلى أي مدى أحيانا يشجع هذا العنف الرسمي المجتمعات كالأسرة والمجتمعات الذكورية على ممارسة المزيد من العنف ضد المرأة هو في حقيقة الأمر أنه الدور الرسمي فيه يعني دور إيجابي وفيه دور سلبي الدور الإيجابي إذا يعني كان فيه قوانين وما تنفذتش أو ما تطبقتش أو ما خدوش الدور اللي له علاقة بالتربية ولله له علاقة بالتوعية وكذا والدور السلبي أنه عندما ينصح الدور الدولة فيما يجب أن يكون فيحل محله دور آخر يعني مثلا إذا قلت في الفن المصري مثلا أو في الأفلام المصرية كل الأفلام المصرية نظرا لأنه دور الدولة غايب عن دور الدولة الرسمي غايب عن دعم صناعة السينما يأتي أو يحل محله الدور الآخر والذي له علاقة بالدور الرأسمالي وبالتالي يابس في نفوس الأسرة وفي نفوس يعني أفراد المجتمع أنه العنف ضد المرأة ده شيء طبيعي وشيء متعرف عليه وشيء إحنا متربيين عليه إذا الدولة يعني ما استطاعتش أن تكون بدورها الإيجابي ودورها السلبي ودورها السلبي تتراجع عنه أو تنهره سنظل في هذه المأساة خلينا نقول اللي دايما ضحيتها المرأة سواء كان على المستوى المحلي كمصر أو على المستوى الدولي قدور المجتمع الدولي أليست المرأة هي الأقدر من الرجل على مواجهة عنف المرأة؟ يعني من خلال منظمات المجتمع المدني ماذا تلاحظين؟ هل الرجل يدافع عن حق المرأة في الدفاع عن نفسها والتبليغ عن حالات العنف؟ ليس كثيرا يعني إذا قلنا فيه نسبة مثلا ترى أن من حق المرأة أنها تدافع عن نفسها وأنها لها الحق في جسدها وأنها لها الحق في الحياة وليها الحق في التعبير وليها الحق في العمل وكذا وكذا وكل حقوق المرأة ممكن تكون نسبة لا تتعدى 30% أما الأكثر أو 70% يروا أن المرأة مكانها المنزل أن المرأة الرجل قوام على النساء أو أنه من حق أنه يحكم عليها سواء أنه ما تشتغلش سواء أنه ما تخرجش من البيت تلبس كذا ما تلبسش كذا تحط غطاء الرأس تتعامل مع مين ما تتعاملش مع مين يعني إذا حسبنا النسبة فنجد 30% مقابل 70% شكرا جزيلا لك مهى أبو بكر شكرا